موسيقى مساء الخير مساء السعادة مساء السلامة والسلام لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم افتح باب قلبك عندنا موضوعات كتيرة مهمة في البداية انا بشكر كل الاصدقاء اللي بيبعثوا لنا ويتواصلوا معنا ويعلقوا على اسئلتنا المرتبطة بموضوع الحلقة كمان بشكر كل الاصدقاء اللي انا روحت مبارح لقيت 7000 رسالة بيقولوا انتي فين لان البرنامج زي ما قلنا كان ابتدى متأخر شوية انما كل دي رسائل حب بتوصلني وبتوصل فريق البرنامج والمحطة ومن قلبي ومن قلب فريق العمل ممتهى لامتنان لتواصلكم وتفاعلكم معنا يلا نبتدي حلقتنا هنقول في البداية ان السيد الرئيس عبد فتاح السيسي استقبل النهاردة بأصل الاتحادية السيد محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي كلنا طبعا فاهمين العلاقات المصرية الليبية واهميتها ويعني ده موضوع احنا مش محتاجين نتكلم فيه كمان كلنا عارفين وامتابعين موقف مصر من دعم الدول الوطنية مصر حوالينا زي ما دايما بنقول فيه اكتر من دولة بتعاني من مشاكل ومن صراعات ومن حروب فيه تهديدات بالتأسيم بالتفتيت فيه تدخلات اجنبية مصر موقفها واضح طول الوقت مصر مع دعم الدولة الوطنية مع دعم مؤسسات الدولة الوطنية مع رفض اي تدخلات اجنبية مع رفض اي حديث عن المساس باي دولة وطنية حوالينا ده اللي حصل النهاردة في لقاء السيد الرئيس عفتاح السيسي مع محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي المستشار احمد فامي المتحدث الرسمي باسم رياست الجمهورية قال ان السيد الرئيس طبعا خلال المباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي اللي بيأكد ان مصر بتدعم كل الجهود اللي بتؤكد وحدة وحماية الاراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية عشان تقوم بدورها في تحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ما هو لازم ليبيا تعدي من اللي هي فيه مش ممكن تعدي بنور انتخابات رئاسية وبرلمانية من غير ما الدولة تستعيد مؤسساتها اللي ده في النهاية بيحقق مصالح الشعب الليبي ده موقف مصر ده موقف الرئيس عفتاح السيسي الموقف السابت الراصخ للقيادة المصرية لانه في النهاية نحن نسعى الى الاستقرار والتنمية في ليبيا في نفس الوقت السيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي سمن وامتنى للدور المصري اللي بيدعم ليبيا على جميع الاصعيدة احنا كلنا عارفين ان مصر تقدم كل ما تقوى عليه لكل الدول العربية اللي بنقدر نعمل مجهود سياسي مجهود دعم اقتصادي دعم عمالة دعم دولي يعني نحن نقدم كل الجهد مصر رئيس المجلس الرئاسي الليبي قال انه بيسمن الدور المصري اللي بيسعى الى توحيد المؤسسات الليبية وان ده امر جوهري لاستعادة الاستقرار في البلد طبعا ما هو مش ممكن يبقى فيه استقرار اذا كان الدولة مؤسساتها مش مستقرة ومش وقفة على رجل المهم المتحدث الرسمي اوضح ايضا ان اللقاء بين رئيس عم فتح السيسي ورئاسة الرئيس المجلس الرئاسي الليبي اكدوا اهمية العمل على ترسيخ وحدة وامن الدولة الليبية وحدة وامن يعني بصوا الترتيب وحدة لازم يبقى فيه دولة موحدة ثم امن الدولة الليبية وده بيستلزم بالضرورة خروج جميع القوات الاجنبية والمرتزقة من الليبيا ندعم تعزيز مؤسسات الدولة الليبية عشان تقدر تقوم بدورها تعمل الانتخابات تساعد على الاستقرار تعالوا نشوف التقرير الرئاسي عن هذا اللقاء ونرجع نكمل فقرات حلقاتنا بعد كده استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وذكر المستشار الدكتور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس اكد خلال المباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الاراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدورة المصرية الداعم لليبيا على جميع الاصعضة وما تقدمه مصر من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية الامر الذي يعد جوهريا لاستعادة الاستقرار في البلاد مستعرضا تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبيا وأوضح المتحدث الرسمي أيضا أن اللقاء شهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وموصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا ورجعنا لحضراتكم وخلوني أتكلم أو أحكي لكم حكاية لطيفة الحكاية دي بتقول إن مصر اللي هي البلد الكبيرة صاحبة الحضارة اللي المبدعة مصر المبدعة الادع بدأ مع مصر من زمان وكل دارسي علوم المصريات يتحدثوا عن الرسم والفن والنحت والرسم والمزيكة كل ده موجود من زمان مصر تملك قوة كبيرة اسمها القوة الناعمة دول سفراء الرهافة والفن والإبداع والسعادة دول إن بيطلعوا من قلب الشعب المصري موهوبين شطرين مستوات في مجالهم يطلعوا يعملوا حاجة تفضل موجودة معانا نتوارسها جيل بعد جيل مبارح كنت بتكلم معاكم عن إمام المهمشين الحكواتي القسطة الكاتب المبدع الأستاذ خيري شلب النهاردة حتكلم معاكم عن المخرج الكبير فهمي عبد الحميد فهمي عبد الحميد النهاردة ذكرى ميلاده وأنا الحقيقة بحب جدا أحتفل بالناس في ذكرى ميلادهم اليوم اللي جم فيه للدنيا عشان يسيبوا بصمة تبقى ولا تزول هم ينتقلوا إلى عالم أرحب ورحمة ربنا لكن يبقى إبداعهم وفنهم وبصمتهم في كتاب الفن والإبداع المصري موجود وحيفضل موجود فهمي عبد الحميد لغاية كل الناس اللي بتسمعني لغاية سن خمسين سنة وخمسة وخمسين سنة لما أقول فهمي عبد الحميد هيحسوا ببهجة وسعادة شديدة إن هذا المخرج مخرج التلفزيون اللي اتولد في العباسية ولما والده مات رح عاش في الأناطر وبعد اندخل كلية فنون جميلة وراح اشتغل في التلفزيون في قسم الرسوم المتحركة وبعد سنين من الموهبة والشطارة في تترات المسلسلات فجأة فوزي عبد الحميد قرر إنه يسيب لنا حكاية عمرنا ما ننساها اسمها فوزير رمضان فهمي عبد الحميد نيلي فوزير نيلي سنين سبع سنين كلنا كنا بنقعد كده مبهورين من إننا بنشوف نيلي 2 و 3 قصدنا على الشاشة وبيكلموا بعض وبيرقصوا البعض دي حاجات يمكن النهاردة مع السوشيال ميديا والتكنولوجي والزكاء الصناعي بقت بتعتبروها حاجة عادية إنما زمان لما الحاجات دي كانت بتطلع كانت بالنسبة لنا مبهرة مبهرة فوزير نيلي سبع سنين تحولت نيلي من ممثلة شطرة بنحبها لنجمة الاستعراض الأولى في مصر كل كانت الشوارع صدقوني بتفضى ساعة الفوزير فوزير نيلي سنة ورا سنة الخطبة مش عارف إيه أنا مش قادرة فتكر طبعا إن دي كانت حاجة قديمة لكن هي كانت سبع سنين من البهجة في رمضان بعدها كلنا فاكرين لما خرج علينا الفنان الجميل سمير غانم بشخصية فطوطة فطوطة وسمورة يعني تلات سنين فطوطة وسمورة والسود ده الكائن الزغير الأخضر ده وجزمته الفضيعة وشعره المبكل والبهجة والسعادة على فكرة كنا بنقعد بنتفرج احنا مبسوطين يا جماعة وحفظين التترات وبنغني الأغاني والعيال الزغيرة تحفظ التترات ويروحوا يغنوها في المدرسة ويرقصوا عليها في الفسحة سعادة شديدة هو ده اللي سابه فهمي عبد الحميد ساب للمصريين رصيد من الإبداع والفن والموسيقى والأغاني والسعادة اطور الأداء ما بقتش فوزير بس إنما بقى معها كمان مسلسل ألف ليلة وليلة وشاريهان دخلت علينا بتقلق عظيم ممثلة شابة وقتها صغنانة فجأة بتعمل فاطيمة ومش عارف مين ومين وبتعمل ثلاث شخصيات وكمان بتعمل فوزير ورأسه هنا وزي ما بقولكم التلاتة بيكلموا بعض والاثنين بيكلموا بعض على فكرة بعدها فوزير رمضان اشتغل فيها الفنان الكبير يحيى الفخراني صابرين الفنانة الكبيرة ورحمها هالة فؤاد بعدها وكان معاهم طبعا حلقات ألف ليلة وليلة وبعدين هو كان من أوائل المخرجين اللي اشتغل على الفيديو كليب واخرج أغاني كتير وكان فيه أغنية شهيرة أوي كنا وإحنا صغيرين بنسمعها بتاعت الفنان سيد الملاح تقول أبريق الشاي أنا أبريق الشاي يعني برضو كانت صنوعة فهمي عب فهمي عب حميد ببساطة أولا ربنا أراد له أنه كان بيصور حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة فيجيله أزمة قلبية وهو فوسط الشغل لأنه هو كان ينتمي إلى هذا العالم ينتمي إلى عالم صناعة البهجة والرهوفة سنين بعدها حاولت ناس تعمل فوزير على فضائيات ومحطات أخرى ربما كانت بتستخدم أو بتستدعي حالة الحنين اللي عند المصريين لتراث فهمي عبد الحميد لكن الحقيقة إحنا مش فاكرين أي حاجة تعملت مش فاكرين بس غير فوزير نيلي وشريهان وفطوطة ويحيا الفقراني وصابرين فاكرين سنين ورسنين ورسنين كان يبقى التتر كده وبعدين في الآخر نلاقي توقيع فهمي عبد الحميد فنعرف أننا هنشوف حاجة حلوة وننبسط أنه جزء من قوة مصر النعمة ورصيد صناعة البهجة والإبداع ربنا يرحم المخرج الجميل فهمي عبد الحميد وأنا بقول دايما أن المبدعين عمرهم ما بينشوا المبدع بيبقى بكل عالم البهجة والفن والرهوفة والسعادة اللي عملوا وسابوا لكل الناس من بعدي تشوفوا وتشعر بجماله وويت التونس بيه ويلا نخش على موضوع الحلقة وموضوع الحلقة سؤال بسيط أو موضوع سهل وبسيط الجواز الزمان وذلوقتي كان زمان وأنا طفلة في ابتدائي كان فيه أغنية بتيجي في التلفزيون يقولك هنا مقص وهنا مقص هنا عرايس بتترص والعرسان ما بتترصش بيتكلموا عن الجواز فالبنات تغني وتقول كنبة وقلة وكباية طبعا فيه أجيال دلوقتي هتضحك عليها جدا كنبة وقلة وكباية ايه يا طنت ما عادش فيه الكلام دا دا دلوقتي احنا فيه زمن 12 داستة و12 داستة و12 داستة لاحسن يكسروا عين البيت ويعيرونا طب نبتدي ملقاوه الجواز الزمان مختلف عن الجواز دلوقتي يمكن الجواز زمان الناس كانت عايزة تعمل أسرة دلوقتي عايزة تعمل أسرة طبعا عايزة تعمل أسرة بس عايزة تعمل أسرة بشروط الشروط دي بيتدخل فيها معايير كتيرة مش بس العريس والعروسة عايزين ايه ولا أهليهم عايزين ايه لا الناس حوالينا هتقول ايه وأهل القرية هيقولوا ايه وأهل المنطقة هيقولوا ايه والعيلة هتقول ايه ومين هيقيم مين وحنعمل ايه بقت فيه حوسة كبيرة انعكست على موضوع الجواز وبدل مكان الجواز ان انا بفرح ببنتي او بابني بقى انا بفرح ببنتي او بابني لكن بشيل حمل قد التلات اهرامات على بعض وامشي بيه ومش عارفة نزله من كتافي وزا انا نزلته هي مش هتسمحه وزا هي وفقت اخوها حيرفض او وقتي حترفض او اهل القرية حيرفضه او الجيران حيتحشله ويحطوا مناخرهم في الموضوع ويرفضه فانا لازم وانا بجوز بنتي اشيل التلات اهرامات وامشي اذا مش هقعد اقول اذا منكت الدنيا الاز لكن الامر المؤكد بيه ان زمان كان الجواز اهدى كانت الناس عندها فكرة بسيطة تقبل فيها انه هنتجوز باللي معانا بامكانياتنا والعمر طويل قدامنا نكمل بقية الحاجات النهاردة معرفش هما ليه بقوا مقتنعين ان ما فيش العمر طويل قدامه واني لازم كل حاجة الان حالا فورا وقلا موضوع الجهاز بقى صعب قوي كلنا بنسمع عن الناس بتشتري حاجات كتيرة قوي بيقولك لازم تلات غسالات غسالة اوتوماتيك وغسالة عادية وغسالة بيبي الناس بتقولك لازم شاشة واثنين وثلاثة لا دا دلوقتي بقى في بعض الاماكن بيقولك الكمبيوتر جزء من الجهاز ولازم نجيب تلات قوض وغرفة اطفال هو لسه ما جاش اطفال لا بس برضو لازم نجيب غرفة اطفال اما بقى بعد ما نجيب العفش وندين ونكتب كنبيالات ونعمل جمعيات ونقصت لازم لازم ست بطاتين او تمام بطاتين او عشر بطاتين ليه خير فيه ايه ولازم ميت فوطة باشكير كبير باشكير صغير باشكير اصغر ولازم اخسل الفوت دي اول ما تجاوز وانشرها كلها على الحبل عشان كل الجيران يعرفوا ان انا جايبة ميت فوطة اما النيش والكبيات والمعالق والصيني واللومد واما الى طب ايه كل ده ده دلوقتي كمان لازم مثلا في الريف موضوع زفة الفرش دي ده موضوع كبير قوي نطلع بقى وكل الناس تشيل الحاجة والعربيات والديجي والتزمير زمان زمان كان فيه لما نيجي النجد بيجي المنجد البلدي ينجد القطن طبعا ما عادش فيه قطن بقى فيه سرافينج وبقى فيه مراتب معرفش انما زمان لما كان المنجد البلدي بينجد القطن وبينجد حكة العروسة كانت تبقى ليه لو بيبقى فيه اغاني وانطبل كده على صنية ولا على الجردل لا دلوقتي لا معادش فيه كده لازم ديجي وسماعات عملاقة تكسر ودان الناس الجهاز بقى صعب قوي واصلو يعني انا انت مستخصرة في بنتك فشر يعني بنت فلانا احسن من بنتك فشر يعني يرديك يخشوا يقرشوا ملحتها ويعيروكوا ان انتوا ما جبتوش زي اللي مش عارف مين لا يمكن ده انا موت روحي ومحدش يكسر عين بنتي ولا يقرش ملحتها ام دا يا عم كنبيالات بقى ونبقى نشوف كنبيالات ده موضوع نتكلم فيه المرة الجاية الفرح دكتور جلال امين كان كتب كتاب جميل اسمه ماذا حدث للمصريين فيه باب اسمه افراح الانجال افراح الانجال كان بيرصد فيه ماذا حدث للمصريين كان زمان انا وانا صغيرة جدا حذرت فرح لواحدة قريبتنا على السطوح في عمارة عمارتهم في الزقزي وكانت حاجة جميلة والسطوح مفروش وبتاع واحنا نزلين طلعين على السلالة من الزغرة ونهيص ونلب في الفسادنا مكرنيش النهاردة هتعمل فرح على السطوح ليه الناس ياكلوا وشك طب مال هنعمل ايه هنعمل فرح في فندق طب في البيت كان زمان برضو الافراح في البيت والخطوبات في البيت وكتب الكتاب في البيت لا وكتب المعازي في البيت النهاردة ما عرفش قفلوا بيوتهم ليه لحد عايزة يعمل فرح في البيت ولا خطوبة في البيت ولا كتب الكتاب في البيت يقولك اصلا هنجيب عدد كبير طب الخطوبة عديق طب الفتحة عديق نعملها في البيت لا مفيش بيت في قاعة في مركب في فندق في دار من الدور وفلوس كتيرة قاوي 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 وإحنا طبعا معزومين في الفرح فأنا لازم أفصل للبنات فساتين جديدة وحفيدي يلبس بادلة وبابيونة وحضرتك تنزل تشتري أربع فساتين لم العيال وبناتها التلاتة والولاد تضرب شعرها ما عرفش إيه ولازم كلنا نصرف كتير قوي ونلبس جزم ديقة دايقنا بغاية ما اخترعولنا اختراع الكوتشة بوتيرتر ده إننا نلبسه فبقت مسألة غريبة قوي بتلبس سوريه وألماظه وبتاعه وبين تلبس كوتشي ويقولك أصلي دي موضة ما هو أيوة لإن كانت الناس بتقلع الجزم وتمشي حافية في الأفراح لإن الجزم واجع دماغم فلوس فلوس بقى عيب مش بقولكو شايلين الأهرامات التلاتة ومشيين وحياكلوا إيه وبعدين يقولك أنتوا عارفين طبعا إن فيه اختراع اسمه عواجيز الفرح عواجيز الفرح دول اللي ما بيعجبهمش العجب ولا الصيام في رجب حضرتك إن عملت الجاتو يقولك بوخلة إن عملت لحمة وفراخ وكبيبة يقولك مش قد المقام إن بقى قررت تتشملل وتجيب ديوك رومي يقولك بيتفشخره يا عام طب أعملي قاقت عشريني الجاتو مش عاجبكو والديوك الرومي مش عاجباكو وأنا كله من لحمي الحي بس عشان نزبط الفرمة والبيت ما حدش يقرش ملحتها ولا حماتها وتعيرها وتقول لها ما جبتيش وجبتي إيه يا مصريين الكلام دا والدهب كم جرام والدهب اللي هتكتب في القيمة كم جرام كانت زمان أربع نجيب كم يعني نعمل إيه إسويرة سلكة حلق بيقولك توينز نهاردة إيه الدهب بقى بكام لسه هتجيبه دهب أو لا لازم ببيت تخش الدهب ولو دخل من بيت أبوها بدهب العريس يوزن قصاده ده أنا مسلمها لك متسيغة إيه الحوارات دي إيه إنتوا عايزين تعملوا أسرة ولا إحنا دخلين في خناقة نايمة زي كده العقل الباطن خناقة لسه ما تفجرتش هلسه هنتخانق مع بعض ونقول جبتي وما جبتيش مش هقول بنتك شطرة ولا بنتك بتحب ابني ولا ابني بيحب بنتك لأ إحنا دخلين نتخانق على الفوط والملايات والغسلات وإيه موضوع تلات غسلات وإيه تمام بطاطين وإيه موضوع الجهاز اللي بتجهزوا البنات بيه من سن عشر سنين ده يعني من سن عشر سنين زي فيلم كده صايع فيه فيلم من الأفلام كده دولاب كله كاراتين مخزنة فيها الحاجات اللي باشتريها في الأوكازيون النهاردة عشان بنتي اللي هتتجاوز بعد عشر خمستاشر سنة وإيه سبع تطقم حلال ليه هي فتحة مطعم لا أصل جرانيت سيراميك شاورما ألمونيون مين يما فيه إيه كل ده بتعملوه ليه في الآخر كل أمنياتنا ربنا يهدي سر العيال وتعيش وتعمر البيوت بعد كل اللي انتو عملتوه ده محدش بيعيش ويعمر ليه والدنيا أخناقات ليه ومحكمة الأسرة بتتكلم في الموضوع ليه والناس بقى بنشتري الجهاز ونرجع نلمه ونخزنه لما السوس يأكله ونرفع قضايا ليه هو انتو وانتو بتشتروا الاثنشر ملاية ولا الاربعين ملاية والمتين فوطة والتلت درج سابون اللي بتحطوهم في قط النوم للعريس يبقى حيجيله ديق نفس والصدر ويطبق عليه لان ريحة الصابون اللي انتو يا حرام دفعين فيه فلوس كتيرة ومخزنينه ما تكلمناش عالصباحية ما تكلمناش عالاختراعات سوروا دلوقتي برضو في الجواز دلوقتي زمان ما كانش فيه الكلام ده عمرنا ما سمعنا عنه عمرنا ما سمعنا ان اهل العروسة يعشوا عيلة العريس نعمل عشا ويتفضلوا ناكل كلنا مع بعض للعروسة يجيبوا هدية لام العريس هدية ممكن اجيب هدية ده ابقى واجب لها تلاجة واغسر هو انا هجيب لبنتي في الحوسة اللي انا فيها ولا كمان هجيب لام العريس مين اللي اخترع الاختراع ده ولما اجيب لام العريس لو ما جبتلهاش يبقى بقى احنا مش قد المقام احنا مش مستعنينها ايه يا جدعان الكلام ده لما كتبنا على صفحاتنا بنقول للناس لحضراتكم احكولنا تكلموا معنا عن الجواز الان ودلوقتي اه كمان قلنا بيتكلمنا ما تكلمتش عن نقوط ده النقوط ده موضوع هتديني ميت جنيه هتديك متين عشان انا ايدي اسخة منك هتديني ربعمائة جنيه هتديك الف عشان انا ايدي العالية طب ما انت لو اديتني الف هرجع اردهم لك الفين عشان انا كمان تبقى ايدي العالية ايه ده ده احنا لو بنموت بعض وكما نعملش كده لما سألنا بقى حضراتكم احكولنا عن موضوع الجواز زمان ودلوقتي حقيقة جات لنا تعليقات مهمة جدا قال الاستاذة راشا الشامي سألت وقالت عايزين نفهم ليه بنجيب تلفزيونين وغسالة اطفال وغسالة عادية وسبعمائة ملاية في الارياف وبنطلع بزفة طويلة وبطلنا نهيس في البيت او نخبز او نربي وبقينا مديونين ومكتئبين والاهم السؤال الاهم ازاي نرجع للبساطة الاستاذة ماي مختار قالت سلو بلدنا زمان العروسة كانت تدخل بحلل وتشتنحاس مع الجهاز وإلا يقولوا عليها مش بنت اكابر النهاردة العروسة بتدخل بالستانلس والجرانيت والتيفال وبدل الطق مربعة عشان ما تبقاش اقل من بنت عمتها وبنت خلتها كمان يا مي وبنت الجران استاذة نسرين قالت انا رأي ان الحياة اصبحت صعبة على الجميع سواء العريس او العروسة والحياة الزوجية اساسها المشاركة المشاركة تشيل الضغط من عالطرفين اه والله اللي ينور عليك المشاركة تشيل الضغط من عالطرفين يعني عندنا في اسكندرية العريس بيجيب الشقة والاجهزة والعروسة بتجيب العفش والمفروشات والخطوبة بتبقى عال لتنين وده اللي حاصل ايام ما تجوزت دلوقتي يا بتقول دلوقتي ده كان زماني يعني اما دلوقتي العريس بيتشارك مع العروسة في العفش وبتعفيه من المهر والشابكة بتكون في حدود انكانياته والفرح كمان بيبقى مشاركة بينه وفي عرايس مش بتحب تعمل فرح وبفلوسه بتسافر تقضي شهر العسل طبعا احنا ما تكلمناش عالتصوير يا جماعة ولا الكوافير ما تكلمناش عالاختراع اللي اسمه الفوتو سيشن قال دلوقتي بقى فيه يعني كان زمان الناس تروح للستوديو تتصور صورة الفرح اللي هي بنعلقها في وش البيت دي لا دلوقتي بقى فيه فوتو سيشن ورانا النخل ورانا الشلالات ورانا الكباري ورانا العصفير ويقعدوا يتصوروا تلات اربع ساعات كده 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 ها وبعدين واللي ما تعملش فوتو سيشن فوتو سيشن يعني يقولك اهلها بوخلة ولا عريسها بخيل ولا هو مين على مين ولا ايه الحكاية ايه موضوع الفوتو سيشن يعني هي ها وبيغيروا فيها الفستين برضو معرفش كان زمان الفستان على مين العريس اللي بيجيب الفستان ولا العروسة بتجيب الفستان لا ده احنا دخلنا في الفوتو سيشن بنبدل الفستين ده ما ينفعش نبقى بنعمل كل ده كمية الفلوس دي من فوتو سيشن لكوافير لمكيرة بتحط ده يا عم ده انا سمعت دي كان بالنسبالي اكبر صدمة قبل ما ارجع لقراءكم انا سمعت ان من ضمن الواجبات اللي بتجيبها ام العروسة في الجهاز للعروسة لازم تجيب لها سبع تطقم عدسات ملونة اهو حضرتك سمعتني صح ليه ده لو في السيمة مش هيعمله كده ده في السيمة حتى يقولك لو عينيك زرقة في الفيلم سبت اللون بسموه راكور باينه ولا معرفش ايه العرائس ما عندهاش راكور رايس ما عندهاش راكور ده انا هبهركو النهار ده عناية تركواز وبكرة عناية خضرة وبعدين بنفسيجي ودبالي ده حاجة تلخبط انما بقى من ضمن الحاجات اللي بتتعامل في الجهاز يا مصريين انه لازم مش بس اتجيب المكياج والسشوار وال ها اه اه مصطفى ملحقني وبيجيبه هو البتاع باروكا باروكا ودي الخصان وكده وحاجات تعمل فنكيش كده عشان هبهركو ويبقى هو الوقت بقى الفتوى القوي الجامد اللي انا ببهره كل يوم وخد ست البنات اللي عنها بتلون مرة خضر ومرة ازرق ومرة بنفسيجي جراء ايه يا جماعة نرجع لقراءكم دودو خالد بتقول زمان كان كل حاجة بسيطة وكان عش العصفورة يقضينا قالت لك انا شخصيا كانت مردت على فكرة الفرح والكوشة والطرحة وقررت انا وجوزي نعيش ونتفسح بدل التقاليد ولبست في فستان سوريه واف وايت اللي هو سكري يعني ولبسته بعد كده في كذا مناسبة وعملت شعري بتاج من غير طرحة وروحت اتصور معايا عربية واحدة من صحابنا واهل يتجمعوا في كاتب الكتاب قبلها بكم اسبوع واحتفلنا شوية وعند بيت ابويا وعند بيت جوزي لا دا يا دودو دي لما كانت الدنيا بسيطة وكنبة وقولة وكفباية النهاردة واضح انه لازم الفورتو سيشن والعينين اللي كل يوم لون الساد سامح عسل قال كانت فلسفة كلام يعني هو هيحكي لنا حاجة مهمة نفكر فيها كانت فلسفة الجواز تكوين بيت اقامة الاساس بالسين وليس الاساس بالثه يعني اأسس بيت اسبتو مش ان انا جيب عرش وتكافح الاسرة الجديدة في استكمال البناء بعد الزواج فده يقرب بين الزوجين في ترتيب الاولويات ونغلب الاهم فالمهم حسب الاولويات بعد سياسة الاستهلاك المادي اصبحت فلسفة الجواز بناء البيت لتكوينه واصبح بيت الزوجية في مرحلة المهد مكتمل عفش وكماليات ومعادش في مجال لرحلة كفاح فبقى دب الخلاف سريعا بين الزوجين يمكن لما بنكافح مع بعض ونحوش مع بعض ونخش الجمعيات مع بعض والنهاردة نجيب كنبة نفرح بيها وبكرة يبقى نفسنا في كذا نوصله ما بيخليش بيقرب الناس ويخلي الناس تعرف تتكلم وتتحاول انما لما يبقى دخلها بتلت غسلات وتلت شاشات وسبع تطقم وده حاسس انه دفع دم قلبه ودي حاسس ان ابوها الداين وده ما بيقدرنيش وده مش مبسوط بالسبع تطقم حلا وما قليش عينيك الخضرة حلوة لأ عينيك الزرقة احلى ها بيتخنقوا ما بقاش بنا بيت بقى حاجة تانية الكلام ده محتاج دراسة اجتماعية كبيرة وانا متأكدة ان كل علماء الاجتماع المهتمين بحال المجتمع اكيد يدرسوا الكلام ده عشان نشوف ماذا حدث للمصريين وازاي نتناقش مع الكلام ده هذا العبء المالي الرهيب وهذا النفاق الاجتماعي الفضيع وهذا التربص بتاعه يقرشوا ملحتها ويكسروا عينها ويعيربوها والحاجات ده ده انا لو راحين الاسم يعني لو راحين نعمل محضر في الاسم مش هيبقى بيننا الروح العدائية بتاعت ونكسر عينك ونعيرك واصل ما بيبقاش كده حتى بنروح نكتب كلمتين انما روح التربص دي لما نبقى بديين بيها في اول قبل الجواز ميتين امال لما هنتجاوز نعمل ايه امال كمال بتقول انه سمعت ان بعد قرى مش هنقول اسم المكان العروسة لازم تجيب من الاجهزة كهربائية اتنين من كل جهاز واحد لها واحد لحمتها يا صلاة النبي ايا ريحانة بتقول للأسف بقينا همينا المظاهر والكم عن اي حاجة تانية وبقينا عايشين جوه متاحف مش بيوت سماح صفوة قالت انا وجوزي كنا ادينا مع بعض في كل حاجة ومحدش اتفق لنا من اهلنا والغاية الصباحية ما كانش معانا جنيه واستنينا في النقطة فعلا اه لا النهاردة النقطة بقت مشكلة والصباحية بقت مشكلة والجهاز بقى مشكلة والناس شايلة الاهرامات التلاتة ومشية والتربص الشديد بين الاسر بين العرايس بين العريس بين الجيران والعنين الخضرة والعنين التركوز والأطقم الحلل والجيرانيت والسيراميك والبطاطين وقط الأطفال وانسينا المواد ده والرحمة والحب ماذا حدث للمصريين الجواز كان زمان ايه ودلوقتي ايه هنطلع فاصل ونرجع نستقبل مجموعة من المداخلات التليفونية من الخبراء والمتخصصين اللي عنيهم باهتمام ومحبة على حال المصريين وتاريخهم وعادتهم وتقاليدهم ونسمع منهم كنا فين وبقينا فين وعايزين نبقى ايه بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بنسأل نفسنا سؤال كبير جداً ماذا حدث للمصريين الجواز كان ازاي وبقى ازاي ثلاث غسلات وسبع حلل وكمبيلات ايه الحكاية ماذا حدث للمصريين ده السؤال اللي حبتدي به حواري مع الاستاذ الدكتور خالد عبد الفتاح استاذ مساعد علم الاجتماع كلية الاداب جمعت حلوان لسه يعني لما حنبتدي الحوار معاه هيبقى ده اهم سؤال بسألهله ماذا حدث للمصريين انا برصد جداً الزواهر الاجتماعية ما بعتبرش خالص ان الفرح بتاع بنت اختي ولا بنت خلتي ولا بنت جارتي دي حالة فردية مهم جداً انك تقرأ تقرأ ايه اللي بيحصل للمجتمع ككل لان من الفرح ده للفرح ده ومن العلة دي للعلة دي ومن القرية دي للقرية دي انا حربط حاجات حتخلق لي مشهد اجتماعي متكرر المشهد الاجتماعي المتكرر ده بيقول لنا حاجة بيقول لنا ان فيه تغيير ما حصل فيه قناعات ورؤوس وثقافة المصريين كنا بنعمل كده كنا الاول بنعمل كنبة وقول له كوباية وبنختار ابن الحلال وانه احنا بنشتري رجالة وبنديكوا بنتنا وبدام خدت بنتنا متطمنين لك وإن لي وإن لي وإن لي ثم فجأة بقى عندنا حاجات تانية بقى عندنا سبع طوط أموس وبعدين عشان كده بقول نحن علينا ان نقرأ ما يحدث في المجتمع على بعضه محدش يعتبر ان هو عنده يعني فيه حاجة بتحصل في بلدهم لوحدة آه طبعا فيه عادات وتقوص الزواج تختلف أحيانا من محافظة لمحافظة وفقا للتقاليد بتاعت المحافظة لتقاليد المكان الأحياء الشعبية لهم سلوك مختلف عن الطبقة المتوسطة عن الناس العليوي على رأي ست شويكار احنا من الطبقة العليوي الطبقة العليوي ليه سلوك غير آه الناس وإحنا شفنا الكلام ده في الأفلام شفنا فيلم أمو العروسة شفنا ستة حياة كاريوكا وهي آه دخل المحل بتقول للبيع عندك من الغالي هات هات وجوزها عمال يحسب ويخبط على راسه آه كمان يعني عادات وتقاليد الزواج تختلف بين المحافظات يعني المحافظات أهلنا آه في الصعيد ليهم تقوص وثقافة تختلف تماما عن مثلا أهل المدن أو أهل المحافظات آه كذا الجواز في مصر كمان له تقوص قديمة من أول التاريخ آه آه فإحنا هنبدأ حواراتنا مع آه الأستاذ الدكتور أحمد بدران أستاذ التاريخ بجمعة القاهرة مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا سيدة أميرة ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج جيش أحمد قلبك مغاسي بنشكر حضرتك على مدخلتك معنا دكتور أجدادنا الفراعنة كان ليهم تقاليد ومراسم في الزواج آه والساقه ده على الجدران ممكن حضرتك تعرف المصريين بحضرتهم بجدرهم بترسنا اللي إحنا ورسناها عبر كل السنين دي تقاليد وتقوص الزواج للمصريين القدماء طبعا أنا أكتفي محاضرة كماما أن أجدادنا المصريين القدماء كان ليهم عادتهم وليهم تقصهم في فكرة الارتباط وفكرة الزواج لأن فكرة الزواج نفسها كانت فكرة مقدسة عن المصري القديم يمكن كل التعاليم اللي هي يعني خلاصة خبرة الحكماء في الحياة وكلها بتحس على الزواج وتكوين الأسرة وتربية الأبناء وتنشئة الأبناء والعلاقة ما بين الرجل والمرأة والسلوب إدارة الأسرة والحياة مشتركة ما بين الترافين لأن المجتمع المصري كان مجتمع فيه ترابس كبير جدا بالذات فيه العلاقات الأسرية وكمان المجتمع المصري كان يتميز أن المرأة لها دور دورها ما كانش في الصف الخلفية أو جانبي لكن بالعكس هي كاتفا بكاتف بجوار الرجل ده يمكن للسادة المشاهدين واضح جدا للعيان فيه فكرة النقوش الموجودة على القدران في المحابد وفي غيرها وكمان حتى في التمثيل يعني لما روحنا مدحف المصري الجديرة أو مدحف مدحف التحليل أو أي مدحف بلاجد أن الرجل والزوجة موجودة بجواره والرئيس الوسرة البنات والأبناء وعندنا بعض النماذج لبعض الرجال عندهم أكثر من زوجة ومصورين برضو في نفس التمثال لتنين لأنه وقعت في النص لتنين واحد على يمين وواحد على أشماله فيه تمثيل شفنا الزوجة بتبقى حتى إيدها كده سندة الزوج أو محوطا كده بنوع من الحنان والحماية في نفس الوقت أو الدعم إن صح التعبير كل التصوير زي ما حكي ذكرت جده كل بالتصوير في مجال النحط من نسبة التمثيل السيدة بتضع أحد زراعيها على وسط الزوج يعني فيه تمثيل تانية الإيدين متشابكتين وكلها أوضاع وكلها لمسات فنية بتبين فكرة التواد والتراحم ما بين الزوج والزوجة عشان كده المجتمع المصري بالنسبة لنحط الزوج يعني بيانظر ليه بنوع ما يلقى داسا حتى النصوص المصرية القديمة دايما تتكلم عن الارتباط واتخاذ الزوجة وإكرام الزوجة يمكن تعليم كنت أسأل حضرتك عن الكلام ده إن المصريين لم يتركوا فقط مراسم وتقوس وإنما تركوا أيضا تعليم وحكم بتنظم حياة الأسرة المصرية ووضع الزوج والزوجة ممكن حضرتك تكلمنا في الموضوع ده صحيح يا صدر أميرة يعني إحنا عندنا مثلا في الدولة القديمة والوسطى المصادر المصرية القديمة بالنسبة لفكرة الزواج والعقود ديا مش في مصادر كتير لكن فيه بقى اللي حالي في ذكرته دوت فيه بقى اللي احنا بنحلل التعاليم والحكم اللي ألفها يعني كبار الحكماء في مصر القديمة ومصر الفرعونية واللي تركوا خبرتهم كلها في الحياة للجال اللي جاية بعد كده ومن خلال التعاليم دي بنقدر نحدد بقى إزاي العلاقة كانت بين الرجل ومرأة وبقى وفكرة الزواج عنده كان تماشي إزاي والطريقة اللي كان الأسرة ودورها الكبير جدا في المكتبع كان المصر القديم بينظرها زاي بعد كده عندنا من الدولة الحديث حضرتك والعصر المتاخد وحتى نهاية حضرة المصرية القديمة عندنا عقود زواج وديراسمية مكتوبة على البردي والحاجات دي يعني على سيد مثال يعني لما حد يروح يزور مدحف أسوان بنلاقي جوه المدحف محتفظ بعد من الوثاق من أهمها عقود الزواج نحن أصل الحضارة نحن أصل العقود الأستاذ الدكتور أحمد بدران أستاذ التاريخ بجامعة القهيرة بشكر حضرتك يا فندم على مداخلتك معنا هيبقى معنا مداخلة كمان زي ما دايما بيقولوا الفن مرآة المجتمع الفن بيعرض ما يحدث في المجتمع بحلو وأحيانا بمره عشان ننتقد ونشوف كويس لأن مش كل الناس هتقرأ تاريخ ولا كل الناس هتقرأ دراسات الاجتماع لكن كل الناس هتقعد حوالين فيلم أبو العروسة أم العروسة خلونا ناخد مداخلة مع الأستاذ أن ناخد الفني مصطفى الكلاني مسائل خير يا أستاذ مصطفى مسائل نوري فندم الفن والأفلام والدراما والسقط لعادات المصريين وتقصهم في الجواز لو تكلمنا عن الدراما قديما قبل ما نتكلم عن دراما الأسرة قديما كيف ظهرت تقص وعادات وتقاليد المصريين في الزواج في الأفلام والمسلسلات حضرتك تقول لنا ايه هو طبعا فيه اللي تاخد بشكل واضح فيه في العلاقات وبناء العلاقات والحاجات اللي بتاخدت بشكل كوميدي زي ماري مونيب وهي بتبحث لبنى عبدالعزيز كزوجة ايوة بتديها تكسر اللوزة عشان تشوف سنانها بالضغط جدا وتحضنها على تنس جسمها وكده ف المنازج دي كانت بتقدم طول الوقت الأسرة المصرية بكل تصاصلها وبكل حتى الكوميديا والأزمات المكافل فيها بشكل لصير لحد موصلنا لمنحلة أم العروسة والحفيد ايوة اللي هم كانوا أكبر مثال على فكرة الزواج والأسرة والعلاقات والعيلة ايوة انه انه الزواج مش علاقة بين شخصين الزواج علاقة بين عيلتين ايوة اوكي ودي بالنسبة هي منظومة الأسرة المصرية كل الوقت ايوة احنا مش مش بتتجوز فرادة ايوة احنا بالناس بعائلات بتشبك في بعض بالظبط كده بالظبط كده فالنموذج ده موجود النموذج ده يعني احنا شيكينه بعنينا واثناه في الدراما بشكل واضح استاذ مصطفى احنا كنا من شوية بنتكلم عن موضوع الجهاز والمبالغة في الجهاز حضرتك لما استدعينا فيلم ام العروسة ما زلنا نتذكر المشهد الجميل اللي قامت به تحياة كاريوكا وهي عمالة تشتري وتشتري والأب اعمال حمدي بيدبدب على الأرض وبالراحة يا ستي وقال ليلي ما فيش فايدة هل المبالغة في الاهتمام بالجهاز وبالعفش وبالمظاهر دي اصله الست ولا ظاهرة قديمة ماذا تقول الدراما في هذا موسي يا فندم هي الازمة في مصر انه مصر بالنسبوع مجتمع انساوي والله ده حاجة جميلة قوي متشكرين يا استاذ مصطفى مهما اه 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 اخوان اللي بيتكلموا على النسوية وكده اه ويعوز يقولوا يا استود ده مجتمع ذكري لا ده مش حقيقي ده مجتمع من ايام ازيل تمام فالست هي اللي تحكم المنظومة دي وجزء من الحاجات اللي حصل فينا في مصر فكرة التابعهي ايه بس ظهرت انه فكرة اللي احنا لازم نبقى احسن من بعض ولازم نباهي بعض باللي عندنا الموضوع طبعا في الخمسينات والستينات والسبعينات وقاتهم وقاتهم والعروسة اه كان قليل ايه وكان عند الطبقة الوسطى والطبقة الغنية النهار دا الدنيا هاصد فقيرة احنا دلوقتي بقت المصيبة ان احنا التباقات الفقيرة بتطلب في الجزء حاجات اه يعني حاجات خارج العقل ما هو دا بيقول انها مش فقيرة يعني دا واقعيا بيقول رسالة اجتماعية مختلفة يعني اللي هتخش بسبعة تطقم حلل هتبقى فقيرة منين انا مش عارف لا ما هو دا بييجي كلب الدين ويطلع عندنا الغارمات والستة دي تحبسه الام دي هي اللي بتروح تكتب على نفتاة وصلاة امانة وشكاة طيب سيد مصطفى الدراما ماشي ممكن يبقى عندها رؤى نقدية في ماذا يحدث في المجتمع وبنحاول نظهر الحاجات دا من ايام بالمناسبة مسلسل القاهرة والناس وعمتي بسيمة في الستينيات تقدم بشكل غير ارشادي بتلعب دور في التوعية بانه هو ايه الجواز والجواز الصح ومفروض ناس علي ايه ومش بس التكاليف مادية هل الدراما قادرة تلعب الدور دا في التوازن بين يعني القيم والمفاهيم من غير فجاجة الارشاد والنصح المنفر انصح التعبير قادرين نعمل دا وإيه النماذج والله في حاجات بتعمل كده مش بشكل ارشادي ومش بشكل مباشر وبالنسبة دا اللي بيوصل للناس أسرع وأفضل ايه وفي حاجات بتعمل دا بالشكل ارشادي فبيبقى فج ومزعج وارسالته بتيجي بشكل عكس دا مستاذ مصطفى لما نشاور كده بثقة واتمئنان ونقول هذا العمل افلح يوصل للمصريين رسائل ايجابية عظيمة بمنتهى الفن والرهافة والابداع نشاور على ايه مثلا المسلسل عظيم جدا ايه 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 إلا أنا دا مسلسل هاي ليه لا دا مسلسل هاي حال احنا عندنا مجموعة مسلسلات اتعاملت في الفترة الاخيرة ايه فيها منطق وفيها وعي وفيها قدر من الرسائل الصحية الاجتماعية الصحية ايه اوكي تمام ويعرف ويعرف يوضح فكرة العلاقات بين الزجين وبين الزجين والأسرة تمام أستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني أنا بشكر حضرتك جدا على مدخلتنا وقتنا اوشك على الانتهاء او غالبا انتهاء عمالين يصوروا يصوتوا في ادني وانا طبعا تعرفين كلكم مش هقول تاني النهار دا الساعة بتاعتنا راحت فين انما ان شاء الله هترجع سلمة يا سلامة ونستردها ويبقى عندنا وقت نكمل كلام معاكم خلاص كده جبرت هنقفل ونروح اه هي كده جبرت والساعة او انتهت والساعة بتاعتنا جاية جاية وقريب خالص وبكرة قريب اسبوع على خير وساعت ببين وتابعتكم واشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع الجاي ولقاء جديد وحلقة جديدة مع برنامجكم نفتح باب ألبر اشتركوا في القناة موسيقى